توقف العمليات العسكرية في أطراف قرية بيشير التركمانية أرجع أسبابه مسؤولون في فرقة العباس القتالية إلى عدم وجود التنسيق بين بغداد وأربيل فيما يتعلق بهذه العمليات فضلا عن رفض قوات البشمرقة لتواجد أي قوات للجيش العراقي المسؤولون نفو في الوقت ذات انسحاب قوات فرقة العباس القتالية من المواقع التي سيطرت عليها الأسبوع الماضي أولا سألنا الحكومة العراقية لماذا تأتي أرتال الجيش وتذهب إلى مخمور ولا تأتي إلى البشير لتحرير البشير كان جواب الحكومة العراقية أن البيشمرقة لا تسمح بدخول الجيش إلى كاركوك لتحرير البشير أخواني الأعزاء لا نصدر أزمات المناطق الأخرى على تازة تازة والبشير هناك تنسيق كبير بين التركمان والبيشمرقة ولا يوجد أي إشكال مسؤولون في الحجد التركماني أعلنوا أنهم يعملون من أجل مرحلة ما بعد تحرير البشير وكيفية تأمين المنطقة بشكل نهائي من خطر داعش ويعادة الأهالي أنا أعتقد أن بشير نحن قادرين في خلال سواعات قادرين على تحرير البشير لكن ما بعد بشير نحن نريد أن نحرر بشير وندفع تأمين المدينة التازة من القصر وكذلك إرجاء أهالي إلى بشير ليس بشير فقط تحرير البشير وما بعد بشير يجب أن نحرر ما بعد بشير في 20 كيلومتر قيادات في البشمرق أشارت إلى وجود تنسيق عال مع الحجد وأنهم كانوا وما زالوا يدعمون الحجد في جميع العمليات وأن البشمرق وجميع القوى الموجودة هي ضمن المنظومة الدفاعية العراقية يوجد تنسيقتان في أكثرية المعارك اللي يدور في هذه المناطق بالأخص أخواننا الموجودين في قاطع بشير قوات فرقة العباس والدواء 16 الحجد الشعبية اللي موجود في المنطقة لهم علم بأن قوات البياشمرق في أكثرية المعارك اللي يدور في المناطق الدفاعية ونساند هذه القوات سوران الداودي الحرة كاركوب ترجمة نانسي قنقر